أهلاً مشاهدينا متابعين بصباحنا ووصلنا إلى فقرتنا التالية كثير من الشباب يلي بيملكوا من هدف طموح إرادة بحياتهم بلشوا مشاريع صغيرة ببيتهم ولكن تحول بسبب التصميم والإرادة وحب الحياة إلى براند عالمي أو إلى ماركة إن شاء الله تكون عالمية نحن أكيد منطمح بهذا الشيء سنرحب بشاب طموح عنده فكرة بلش فيها من الزيرو ومشي بمنتجات هلأ رح نتعرف عليها رح تشوفوها قد تفيدكن بحياتكن اليومية وقديش هي بتعتمد على الطبيعة أيضاً مع سيد ناصر دجني صباح الخير صباح النور يسعد صباحك مبروك دجني الله يبارك فيكم دجني وصبوك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك مثل ما حكينا يمكن بالمقدمة هو مشروع صغير بلش بالبيت وكبر خطوة خطوة وصار مشروع كبير على أرض الواقع وماركة مسجلة خلينا نحكي كيف بلش هذا المشروع ونحن يمكن بالقاونة الأخيرة عم نشوف الكلمة تجاه نحو الطبيعة المواد الطبيعية وحتى الناس عم ترجع لقبل مثل زمان كليات عم تحب هاي القصص وكل التفاصيل اللي بتخصها تماما هلا أنا بدي أتحدث عن البداية أول شي تحياتي لكل الناس اللي عم تشوفونا على صباح الخير والبداية للأسف مو كانت من عندي لحالي فقط كان آمل أنه يكون في ضيفة تانية اللي هي زوجتي مدام هي بشامي تكون معي أكيد أنا أوجهه لتحية فأنا بوجهه لتحية البداية كانت أنا وياها تماما من المنزل من طاولة بمطبخ البيت وكنا نحن عم نفكر بأنه بنساوي شي نستقل فيه ويكون مشروعنا الخاص وبديت من تمشايا بالبزورية هاي الطاقة الحلوة اللي بتعطيها هذيك المناطق إنه تعالي نجرب نعمل صابون بالبيت واشترينا شوية معدات وجربنا نطبق بالبيت شوية أفكار كانت كتير بدائية وتقليدية هذا الشي خلت تلمعنا الفكرة أنه نحن فينا نحول هذا الشي لعمل تجاري بسيط فصرنا نطور على هذا الشي ونعمل خلطات وطبخات ونعمل سيرش أكتر طبعا السيرش الأساسي باعتمد عليها وبتقاطع مع مجال دراستها وصرنا نجرب على الأصدقاء والأقارب هي دراستها مخبر طبي وأنا بزنس فهي على أولتا أنه نحن عملنا بزنس كوزماتيك عملنا ميكس يعني كانت هي أخيرا نقول العقل الإنتاجي وأنا العقل الإداري والتسويقي لهذا المشروع حتى يشوف النور يعني وصرنا نجرب على الأصدقاء وعلى المعارف وطلع معنا أنه فيه شغلات عم تنجحا نجد فسمينا دجني صوب وبلشنا أول شي بالصابون وشوي شوي تطور لحتى اليوم نحن عنا 50 آيتم من المنتجات كلهم بلشنا فيهم من البيت كنا عم نشتغل لحالنا شوي شوي بلش يطور نطاق العمل وصلنا بحاجة لأماكن أوسع بحاجة لتيم صلنا نوظف ناس بنطاق الإنتاج بنطاق التسويق أخذنا مقر لألنا حتى الأنبلاجات لكم كيف هكي يعني براند نظامي يعني وكلها هاي خلينا نتعرف على بعض من المواد اللي موجودة هذا كرين؟ هذا خلاصة القهوة مع ماء؟ هذا بلسم للشعب آه بلسم تماما خلينا نشوف أنه كمان المحتويات موجودة وهي كل شي طبيعية أنه خلاصة القهوة مع مقتر زيت اللوز الحلو لانيت زيت القهوة مع البلسم وعطر بارميتول يعني وحتى الفوائد مكتوبة وطريقة الاستخدام يعني كل شي مستخلصات طبيعية من البزورية أكيد تم الخلط خلينا نحكي من كان أول حدا هكي جربته عليه هاي المنتجات وكيف كانت هكي ردود الأفعال صار في حدا ما عنده شي عكسي حدا تضرر لابد من البداية أنه في ناس ما استفادت كنا عم نجرب خلطات وطبخات هي يعني مو مفيدة بالطريقة المطلوبة أو مو هي اللي بتحقق الفائدة اللي بنياها لنوع البشر المحدد فكان فيه أخطاء بالبداية وكنا نطور في طبخات كنا سحبنا مننا مواد طبخات زدنا عليها مواد لحتى صار الموضوع ملائم بصراحة البداية كانت على الأقارب يعني على أمي وإختي وأمه وإخته يعني على المحيط القريب جدا جدا شو أول شي كان الكريمات يعني بتشوف نحن أول ما بدأنا بالصابون 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 بعدين نطورنا دخلنا الكريمات بعدين استكرابات تونر للبشرة واليوم يعني متنوع اليوم دجني ونحن عم نساوي منتجات هاي المنتجات هي بتغطي من الشعر للأقدام كل شي يعني البنوتة بتحب تدلل في بشرتها بتحب تعطيني بحالة شو ما كان نوع شعرها تفاعل الناس كيف كان يعني ردود الأفعال للناس لما عم نقول كل ما يخص يمكن فينا نقول العناية بالجسم والبشرة ومواد طبيعية ويمكن التكلفة كمان هون من خلال التسويق بيكون أقل من المواد التجارية الموجودة بسوء لأنه بنعرف نحن يمكن الأحوال الاقتصادية اليوم تماما هلأ نحن يعني حاولنا أنه دائما نكون عندنا تواصل فعال مع الناس ما تعاملنا مع الناس كزبائن أو كعملاء تعاملنا مع الناس على أنهم أصدقاء ونحن يعني كنا حريصين أنه نتواصل معهم ونفتح حوارات تفاعلية معهم ونخبرهم عن حالنا يعني كان عنا هدف من البداية أنه نخبر أكبر قدر من الناس عن حالنا نحن عن جد شو عم نعمل بدأ الموضوع بتجارب كنا نوزع كتير تيستر يعني نخدوا جربوا ساووا مثلا نسأل البنوتة شو نوع بشر تيكن إلا أنه تفضلي جربي هذول الشغلات ممكن يكونوا مناسبين لإلك هلأ هذا الشيء خلال الناس تتقبل بعد التجربة لما سمحنا للناس تعمل تجارب مجانية فهذا الشيء أفسح المجال اللي يكون في نوع من الثقة تجاه العملاء ودفعهم أنهم يصيروا يستخدموا منتجاتنا واعتمدنا على استراتيجية اللي نسميها تناثر الكلام يعني منعطي ناس كتير من منتجاتنا يجربوها فهنن بيصيروا يحكوا لناس تانين فهذا التناثر بالكلام بيخلي يصير في أقبال عن المنتج تماما يعني أهم شيء اليوم عن جد بتحس كلنا رجعنا للطبيعة لأصاص عناياها بالمطبخ لمنتجات أرضنا اللي هي كتير مهمة لأن العناية ببشرتنا أو بجمالنا أو مكان العناية بجسمنا خلينا نحكي يعني شو أهم المواد يلي تم استخدامها بالخلطات ككل عشو ركزنا هلأ كتير في مشاريع بيقولوا نحنا ركزنا على هاي الثمرة نحنا ركزنا على هاي المادة انتوا بشو ركزتوا شو تميزتوا في روح في ريحة خاصة فيكون في لون خاص فيكون شو هو الشيء هكي اللي بيميز عن باقي المنتجات هلأ أنت حكيتي شيء كتير جميل أنه من المطبخ وهذا الشيء الناس دايما بهذا العصر صار فيه عنده كتير أورنس تجاهه أنه هي تساوي شغلاتها اللي بتعتني فيها ببشرتها من مطبخ البيت وهي متاحة بين إيدين الجميع هلأ للأسف ما عندي جواب دقيق حقيقي على سؤالك لأنه كل منتج بيحمل هوية معينة بيحمل ريحة معينة ونوع معين يعني اليوم نحنا عم نتعامل مع 150 مادة بفوتوا بأغلب الطبخات لكن إذا من نحكي شو اللي بيميز الطبخات طبعنا أي شيء نحنا فينا نساوي بنسب متفاوتة يعني مثلا مثل البلسم اللي هلأ مساكتي حضرتك هلأ هذا البلسم ممكن ياخد مواد طبيعية بنسبة 1% وممكن ياخد بنسبة 50% بس في حد هو حد الإشباع أنه مثلا أكتر من 20% ما بياخد نحنا اتعمدنا أنه المنتجات طبعنا تاخد مواد طبيعية حد الإشباع والروائح الطبيعية يعني نحنا عم نشوف كل المواد عن الشمة تشمي ريحة هي نسبة عالية من الروائح الطبيعية يعني أحيان بتشم مواده وكريمات ما في ريحة في كريمات مثلا مثل عنا كريم اللافندر ما فيه أي نوع من العطر هو بس بتشمي فيه ريحة اللافندر طبيعي معتمد على الخلاصة اللي فيه زبدة الشية مثلا كمان جزل لأ يون وحاولنا نتميز بمنتجات نوعا ما مو موجودة ما حدا ساواها بتلساوينا شغلة اسم الاي بيلو هي عبارة عن للأسف ما قدر تجيبها اليوم شغلة بتحطيها على عينك محشوة زهر لفندر قبل النوم هيك بتعطيك مثل ريلاكسنج أو استرخاء يعني سنهات المنتج ما لا يعني في منه حاولنا نكون ابتكاريين نفكر خارج الصندوق ونعتمد على شيء اسمه العلامة الفارقة بكل شيء نحنا عم نساوي حتى العطر اللي بنستخدمه يعني كان عطر الكواليتي العالي ما حاولنا نستخدم ابدا عطور صناعية فاليوم يعني حاولنا نتميز بالشكل وباللون وبالباكجينج وبطريقة تعاملنا مع العملاء بخدمة الزبائن بالاعتزار من الزبائن الغاضبين بأي شيء كل هاي التفاصيل أخذناها بعين الاعتبار لحتى نضل عم نصر بأبهى الصورة للعملاء تبعنا نعم خلينا نحكي يعني اليوم عنا سلاح كتير حلو بإيدنا وأيضا بالمقابل هو يعني زوح الدين من الرواح حلو هو السوشال ميديا والتسفيق على السوشال ميديا يمكن تعرض منتجاتك بدون ما تتكلف بفتح مكان أو مكتب أو جهد بالتنقل بين الناس أو الزبائن أو المحال التجارية يوم على السوشال ميديا كيف سوقتوا كيف حاولتوا ردود أفعال الناس تكون متوازنة بعيدا عن الإطراءات والتنمر الجارح يعني بجزء موادكم كتير منيحة فجأة ناس أو حدا ما بيريد لكم الخير يتنمر عليكم بطريقة محددة خلينا نحكي عن التسويق بما أنك ماركتينج عبر السوشال ميديا كيف سوقتوا لهذا الموضوع نحنا أكيد كل حدا بيكون معنا يعني نتمنى تكون هيك هي ستوريات لناس أكيد تتطعز مننا وأي حدا عنده فكرة حتى تكبر أكثر وأكثر خلينا لكن بموضوع السوشال ميديا والتسويق هلأ لابد من وجود دائما الأشخاص يلي هنن مو شرط يكونوا عندهم قصد على التنمر والإساءة لكن عندهم تحفظات معينة فقبل ما أقول إن شلون الستراتيجي اللي تبعناها على السوشال ميديا بس كيف تعامل مع هاي الحالات أول شي نحنا حطينا فاليوز للشغل تبعنا قبل ما نبلش وأحد هدول الفاليوز اللي هنن المصداقية والشفافية يعني أنا اليوم لما يجيني انتقاد على الـ direct message أو يجيني انتقاد لما أفتح مثلا ask me أو هدول القصص أنا كنت شير هدول الانتقادات للناس بشكل مباشر خلي كل الجمهور يشوف هذا الانتقاد إذا صبية بعتت أنه أنا تحسست من شيء معين أو صار معي موقف مسيئ معكم كنت أنا شير هذا الشيء وخلي كل الجمهور يشوفه ونتواصل معه بشكل مباشر ونقدم له الاعتذار الملائم ونقدم له الحل وهدية يعني دائما نحن قاعدة مهمة أنه نحن ما عنا حدا زعلان دائما نحن دجني بتراضي كل الناس فتعاملنا مع هدول القصص بطريقة استيعابية واحتوائية أما من خلال السوشال ميديا نحن للأسف عنا السوشال ميديا منتبع أساليب التسويق المانيول لأنه في عنا يعني الحظر الموجودة علينا والعقوبات المفروضة علينا ما بتخلينا نستخدم الأساليب المدفوعة السوشال ميديا لحتى نعمل وصول أكتر لجمهور أكتر فهذا الشيء بيخلي كل الناس اللي بيشتغلوا سوشال ميديا عنا يحاولوا أنه يتبعوا أساليب مانيول أساليب غير تقليدية غير مألوفة لحتى يوصلوا لأكبر شريحة من الجمهور هلا أنا أكتر ناس فادونا وبحب تشكرهم كلهم يعني إذا في حدا هلا منهم عم يشوفنا هنا الانفلونسرز هذول الأشخاص يعني بصراحة ضمن سوريا البلوغرز السوريين عن جد دعمين للمشاريع الصغيرة وهنين من أوائل الناس اللي يوقفوا معنا ودعمونا نحنا كنا نبعت لهم يجربوا قبل ما يحكوا عن منتجاتنا ونطلب منهم أن يحكوا عن منتجاتنا وقدموا ودعم مو بس لأنا لكتير مشروعات صغيرة وأنا بشوف أنه هنين وسيلة جيدة اليوم لحتى الواحد يقدر أنه يخبر الناس لمشروعه فالسوشال ميديا نحنا حاولنا دائما أنه نخبر الناس من خلال الانفلونسرز عنا كتير نضل على تواصل فعال معهم يعني أنا لما نزل ستوري فوت شوف من شاف الستوري لما كان عندي هلا اليوم عندي 19 ألف على الإنستغرام لما كان عندي خمسين ومئة وخمسين فوت أبعت للناس اللي شافوا الستوري بس شافوا مثلا إلا شفتك شفت الستوري تبعنا وما عبرتينه أي شيء افتعل معها أي حوار اتواصل معها حاول كون معها علاقة صداقة لأجل أنه هي تفوت تهتم أنه بس فوتي أعطيني رأيك أنا ما بدي بيعك بس فوتي تفرجي على المنتجات عندي على الصفحة شو رأيك بالديزاين شو رأيك بهذا المنتج ونحاول مثلا نسألهم عن شغلات هنا بيهتموا فيها نحنا نبادر أنه شو نوع بشرتك شو روتينك اليومي ما افتعل حوار بهدف البيع الحوار يكون الهدف منه تقديم الاستشارة ما شيء يكون في كرم بأي شيء تمام يعني ما في طمع بأنه أنا بس بدي بيع أنا في إبداع أو بدي أخذ مصاري لا يكون في تسويق صح تماما فدائما أنا بقول لكل أشخاص اللي بتعاملوا معنا وبيشتغلوا معنا أنه كن مستشار عميلك قدم الاستشارة لعميلك البيع رح يتم رح يتم لكن إذا أنت كنت مستشار رح تتكرر البيع فنحن من البداية بحثنا عن شيء اسمه تكرار العمليات البيعية وليس البيع لمرة واحدة صحيح طيب بالختام خلينا نحكي سريعا الأحوال الاقتصادية الصعبة والمعيشية قداش يمكن أخذتوا بعين الاعتبار الأسعار يعني لما نقول يمكن مواد صبيعية ما كتير منشوف مثلا المواد التجارية بالأسواق أرقام وأسعار مرتفعة ما كتير الناس بتقدر أصحاب الزوية الدخل المحدود هي نسبة العالية بالمجتمع السوري تماما هلأ نحن كوننا مشروع صغير وإمكانياتنا محدودة ما عم نقدر نشتري مواد أولية بكميات كبيرة وهذا الشي عم بيؤدي أنه سعارنا عم تكون بعض الشيء مرتفعة عم نحاول نأخذ بعين الاعتبار كتير معايير لكن للأسف بسبب الظروف فعلا القدرة الشرائية سيئة عند الناس عم نحاول نكون أفضل وأرخص من غيرنا بكتير أصناف ومنتجات قدر الإمكان وعم نحاول أنه هاي الأصناف اللي عم نشتغل عليها يعني تقدم جودة عالية وبنفس الوقت نحاول قدر الإمكان نخفض بالسعر رغم أنه أنا مو مع أنه يكون في شيء اسمه جودة عالية وسعر خفيف ما بتناسبه مع بعضهم ما بتلقوا مع بعضهم لكن عم نحاول نوازن نوعا ما بين الجودة والسعر يعني اليوم تعرفنا مع حضرتك على مشروع بلش متل ما قلت من المطبخ بيجولة بالبزورية إلى كل الناس نحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق وبنا نوجه تحية لمدامتك أكيد أكيد وبنا نتمنى لكم التوفيق وبنا يعني نطلب من كلنا من كل الناس تجرب المنتجات يعني متل ما شايفين أكيد منتجات طبيعية سورية 100% فينا نجربها ونعطي رأينا للعالم أكيد شكراً كثير لألك ناجر شكراً لحضرتكم أكيد بدنا نتشكرك نتمنى لك التوفيق بمشروعك ومبروك الماركة المسجلة ومثل ما قلتني كمواة طبيعية من الأرض السورية بتعطي نتيجة قوية وإن شاء الله يا رب هاي الماركة توصل للعالمية ونستضيفك مرة أخرى شكراً لك شكراً لطفكم شرفنا بلقاءكم يعطيكم العافية شكراً لطفكم